أهلاً وسهلاً بكم في هذا الدرس نتعرف هذا توزيعات كالي لينكس هذه التوزيع موجهة للمهتمين بتجارب الحماية والاختراق المهتمون بهذه الفئة من الإعلاميات يعرفون دون شك توزيعات باكتراك باختصار كالي لينكس هي باكتراك جديدة حيث أن أوفنسيف سيكوريتي الفريق المطور لتوزيعات باكتراك عادوا ترتيب الأمور غيروا بعض الأشياء في طريقة تطويرهم للتوزيع وخرجوا بتوزيع جديدة اسموها كالي لينكس الفرق الكبير بين باكتراك وكالي لينكس هو أن باكتراك تعتمد على توزيعات أوفن تو في حين أن كالي لينكس تعتمد على توزيعات ديبيان في موقع كالي لينكس يمكن أن نجد بعض المعلومات عن الاختلاف بين باكتراك وكالي لينكس ولما تم إصدار توزيع جديدة وليس استمرار تطوير باكتراك سأظهر وابط لهذه الصفحة في وصفة الفيديو ما سنتطرق له في هذا الدرس هو نطرع عن معنى التوزيع سطرقنا لجزء منها الآن بعد ذلك سندخل لتصفح التوزيع بعض إعداداتها كيف تبدو بعض الأدوات المتمدة فيها كيفية التعامل معها وأخيرا سنتعرف على كيفية التحميل التوزيع وتثبيثها بما أنها معتمدة على ديبيان فطريقة التثبيث نوعا ما أصعب من طريقة التثبيث توزيع معتمدة على أوبن سنرى مراحل التثبيث بالصور ونشرح كل مرحلة بالتفصيل خصوص المرحلة تقسيم القرص أصل إذا نبدأ بالدخول لتوزيع كالي لونيكس أنا لدي هنا مثبث على جهاز وهمي سأدخل إذا هذه هي توزيع كالي لونيكس تعتمد على ديبيان وهو جهة كنوم كلاسيك ما نلاحظ الآن لدينا هنا قائمة بيئة تطبيقات الأماكن هنا متصفح الأنترنت الرسمي هو المتصفح عيس وزل هو أيضا مشابه لفاير فوكس ومطور من مجموعة مرزلة طرفية هنا لدينا التاريخ هنا قائمة المستخدم وإمكانيات الدخول لإعدادات النظام لو دخنا لإعدادات النظام سنجدها مشابه للإعدادات المغفرة على أغلب توزيعات التي تعتمد بيئات المكتب ما يميز كالي لونيكس إضافة إلى البرامج بعض البرامج التي تأتي مع توزيع الملحقات أنترنت ليس فيها الكثير فقط مصفح أنترنت وبرامج للمحادثة الأنية ومشاركة المكتب ما يميز كالي لونيكس هي الأدوات الخاصة بتجارب الخماية والاختلاق هنا توجد العديد 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 من الأدوات أكثر من 300 برنامج خاص بتجارب الحماية والاختلاق هذا هو ما يميز توزيعات كالي لونيكس وقبلها توزيعات باكترك إذن المهتمون بهذا المجال فقط سيجدون هنا الأدوات موفرة وليس شيء آخر المعرفة والخبرة يجب أن تأتي منك أي أنت كمستخدم لو دخلنا هنا مثلاً لبعض الأدوات مثلاً نجد هنا عشرة أفضل أو أكثر استعمال العشرة أدوات الأكثر أو الأفضل الأكثر استعمال أو الأفضل مثلاً هنا Aircrunk NG والخاص بالوائرلس مثلاً نجد أدات متاسبوليت حتى هي موفرة افتراضياً في كالي لونيكس ونأشير إلى أنه في كالي لونيكس هناك تعاون أكثر مع مطوير بعض هذه الأدوات مثلاً كميتاسبوليت هناك تعاون بين فريق كالي لونيكس وفريق الفريق المطور لأدات متاسبوليت فتكون بالذلك هناك نعم أكثر من الانسجام والتطور في الأدوات المستعمالة في كالي لونيكس أكثر من ما كان عليه في باكتراك مثلاً Nmap وارشاك الخاص لتحليل الشبكات إذن هذه الأدوات العشرة الأكثر استعمالة أو الأكثر الشعبية لو دخلت لأدوات أخرى ستجد في كل فئة العديد من الأدوات مثلاً هناك خاصة بالوارلس بلوتوت مثلاً خاصة بـ Reverse Engineering فهناك العديد من الأدوات كما قلت أكثر من ثلاثمائة أدات كما موضح في موقع التوزيع أو أيضاً كما يمكن أن نعرى بأنفسنا من هنا طيب مواصل هنا بالنسبة للأوفيس ليس فيها الكثير بالنسبة للبرمجة أيضاً بالنسبة للصوت والمرئيات أيضاً موجود هنا VLC Media Player و Bra Zero و Sound Recorder فقط بالنسبة للأدوات النظام فاتجي جي باترد بعض الخصائص لتغيير أو تشخيص التوزيع هنا إضافة وحفظ البرمجة والبرنامج الخاص بـ DVN بسيط ليس كما مركز برمجة أوبونتو أو مديرات تطبيقات فيماد أو بعض التوزيعات الأخرى لكن هناك بالغرض هنا بعض الأدوات الأخرى لنأدخل في تفاصيلها كما قلت أعود هنا إلى ووضح مثلاً أنه حين تدخل لأدات ما مثلاً أختار InMap حين تدخل لأدات ما ففي الأغلب نسبة أكثر من 90% ستكون تلك الأدات تستخدم من الطرفية فقط هذا يعني أنك لتدخل لهذا المجال مجال تجارب الحماية والاختراق يجب أن يكون لك معارف جد جيدة في استعمال الطرفية يجب أن يكون لك أيضاً معارف جد جيدة في الشبكات وفي إدارة نظم التشغيل إذن هذه ثلاث أشياء يجب أن تفكر في الإلمام بها قبل التفكير في دخول مجال تجارب الحماية والاختراق مثلاً هنا أدات InMap فهي تستعمل من الطرفية هنا ستجد العديد من الخصائص التي يمكنك استعمالها مع هذه الأدات أو هذا البرنامج لو دخلت لأيس ويزر فستجد أن هناك بعض الصفحات تأتي افتراضياً كمفضلة خاصة مثلاً ببعض الأدوات فيها بعض الشرح يمكنك الاستعانة بها للبدء باستعمال بعض الأدوات ليس جميع الأدوات لها شرح لكن بعض الأدوات المعروفة المشهورة جداً مثلاً كAircrank Engine مثلاً لو دخلت لهذه الصفحة ستجد هنا إمكانيات بعض هنا documentation توثيق كيفية استعمال هذه الأدات الآن أعيد بالنسبة لي المهتمين بمجال تجارب الحماية والاختراق أنه يجب أولاً الإلمام بكيفية استعمال طرفية الإلمام بمبادئ استعمال الشبكات والإلمام بكيفية استعمال نظم التشغيل على مستوى جيد وليس كمستوى للمستخدمين العاديين بعد ذلك يمكنك التفكير في الانتقال لهذا المشهر مجال تجارب الحماية والاختراق الآن بعدما رأينا هذه النظرة العامة على توثيات كاليجينيكس سأعود للنظام الذي هنا أستعمل لنتعرف على كيفية تحميل النظام وتثبيته التحميل تدخل إلى موقع كاليجينيكس كاليجينيكس تدخل إلى تحميل هنا ستجد بالنسبة لي التحميل ستجد هنا أنه يجب عليك التسجيل لتتمكن من بعد أو لتتمكن من بعد من بعد من تحميل التوزيع لكن هنا وجود رابط صغير شكراً فقط أريد التحميل إذن تضغط على هذا الرابط دون إدخال أي شيء ونسا تجد أن هناك نسخة وحيدة ونتج تختار المعمارية 32 بيث أو 64 أو معمارية أخرى في حال لم تكن تعرف ما هي المعمارية التي لديك وترك الخير افتراضي 386 بالنسبة لي الموجودة واحدة فقط هنا وجد النوافذ أو مدير النوافذ GNOME تركه كما هو بحالة اخترتها فلن تكون لك واجهة رسومية التعميل الطرفية فقط بالنسبة لي الموجودة أو في حال أردت استخدام التوزيع على برنامج فيموار فيمكنك أيضا اختيار فيموار وبنسبة لي رابط التحميل هتريد رابط مباشر أم رابط وبلد ذلك تضغط تولود فيعطيك خيار التحميل بعد انتهاء التحميل يمكنك حرق على النسخة نسخة آيزو على قرص أو على USB تتعامل معها كأنها توزيع أخرى من توزيع لينيكس يمكن أن تستعمل أحد البرامج لحرقها على واحدة تخزين خارجية USB قابلة للإقلاق أو تريد يمكنك أن تثبثها أو تستعملها على الجهاز وهو وهذا هو الخيار الذي أنصح به الآن نمر لكيفية تذبيذ هذه التوزيع أفهم هنا تقوم بالإقلاع من القرص أو USB الذي قمت بحرق توزيع كالي لينيكس عليه ستجد أمامك مراحل التذبيذ أول مرحلة هي اختيار اللعاء مثلا هنا موجودة اللغة العربية لكن أنصح بعدا اختيار اللغة العربية لأنك ستواجه مشاكل في كتابة بعض الأشياء من بعد في بعض المراحل أيضا نحاول اختيار مثلا الإنجليزية أو الفرنسية في هذه المرحلة بعد ذلك ستختار هل أقوم هنا بتكبير أشاشة بعد ذلك ستختار البلد التي توجد فيها هذه الأشياء بسيطة بعد ذلك البلد الخاص بها الإعدادات المهلية هنا تعطي اسم خاص بجهازك اسم خاص بـ دومين نايم يمكنك أن تتركه فارغا ليس مهم بعد ذلك تعطي كلمة سهل خاصة بحساب الروت لأنه في كالي لينيكس لا يعطيك إمكانية إنشاء حساب جديد أثناء تثبيث يمكنك أن تقيم بذلك بعدما تثبيث التوزيع فيكون هناك الحساب الوحيد وهو حساب الروت هنا تعطيه كلمة سر تؤكد كلمة السر في مرحلة من بعدها بعد ذلك سيأخذ بعض الوقت وتصل لمرحلة تقسيم القرص الصلب هذه مرحلة مهمة جدا يجب الانتباه إليها في حال كنت تريد تثبيث التوزيع على جهازك الحقيقي وليس على جهاز ومي يمكن أن تفقد بعض الملفات هنا لدينا أربع خيارات ثلاثة منها ستقوم بحث كل ما هو موجود على القرص الصلب في حال كان لديك نظام آخر أو أجزاء من القرص الصلب تريد الحفاظ عليها فلديك خيار واحد هو خيار منوال يدوي إذن تختاره تضغط على أنتر وتمر للمرحلة المولية حيث تظهر لك جميع أجزاء القرص الصلب التي موجودة لديك مثلا هنا لديه ثلاث أجزاء فيجب قبليا يعني قبل بداية مرحلة التثبيت أن أعرف ما هو الجزء أو الكسم الخاص بالقرص الصلب الذي أريد أن أثبت عليه كالي لينكس يمكنك أن تستعين مثلا ببرنامج جي بارتد مثلا هنا في التوزيع هذا هي برنامج جي بارتد مفتوح هنا تلاحظ شيء مهم هو هنا تلاحظ التقسيم وهذه الأسماء سدعية 1 ألمانيا سدعية 1 سدعية 5 هذه الأرقام مهمة يجب أن تعرف التوزيع أو القسم الذي تريد أن تثبت عليها التوزيع أي رقم يحمل هذه الأرقام هنا 1 2 5 هذه الأرقام مهمة نعود لمرحلة التثبيت هنا هنا فمثلا تلاحظ هذه الأرقام 1 5 6 مثلا هي تلك الأرقام الخاصة بأجزاء القرس السلب فمثلا أنا أريد تثبيت على القرس 6 فتختاره تضغط فتمر للمرحلة الموالية ستجد هذا الخيار هل تريد أن تستعمله تضغط على ذلك الخيار تظهر لك هذه النافذة فتختار أي نضم ملفات تريد أن تختار لذلك القسم القسم الذي تريد أن تنشئ بالنسبة لينوكس ستختار أحد الخيارات الثلاثة الأولى XT 4 3 أو 4 3 أو 2 مثلا أنا سأبقى مع 4 بعد ذلك تضغط Enter تلاحظ أن الخيار تم تغييره إذن use as XT 4 بدل لك تضغط سهم أو سهم لوحة المفاتحة تدخل إلى Mound Pound تضغط Enter لتدخل إليها فتظهر لك هذه النفيذة وهنا يجب أن تختار slash يجب أن يكون هنا root هو الخاص بجميع توزيعات لينوكس يجب أن تختار slash على هذا الشكل بدل ذلك يمكنك أن تغير بعض الأشياء في الخصائص الأخرى يمكنك أن تتركها بدئيا فقط أنا هنا مثلا أغيرت label أطفقت القرص أغطيه اسم موضع مثلا أغطيته هنا كالي بعد ذلك تذهب إلى آخر خيار done setting up the partitions يعني أنك انتهيت من تهيئة القسم أو جزء القرص الصلب تضغط Enter فيعيدك للأجزاء التي موجودة في القرص الصلب مع تغيير الذي قمت بالقيام بها قبل قليل يجب أن تضيف جزء آخر هو جزء الخاص بالسواب بنفس الطريقة تضيف جزء آخر ولكن في مكان mount point أو في مكان هنا في هذه المرحلة هنا تختار نظم الملفات فهنا يجب أن تختار swap area إذن هذا هو الفرق بين الجزء الأول والجزء الثاني إذن كما تلاحظون use as swap area وهنا في الأخير بعد أن تنتهي من القيام جميع الأمليات ستنزل إلى خيار finish partitioning and write chances to disk تغيرت من أملية تقسيم القرص الصلب وتريد أن تقوم بالتغييرات أي يتم القيام بالتغييرات على القرص تضغط enter فيعطيك هنا ملخص لما سيجري القيام به هنا يقول لك أن الأزعة التالية سيتم تحيئتها الأزعة التالية سيتم تغييرها فالخيار هنا الاتراضي يكون no يجب أن تغيره بسهم لوحة المفاتيح يمين yes وبذلك يبدأ عملية تثبيت النظام في أحد المراحل ستظهر لك هذه الناج إذا يقول أنا مثلا إن كنت فقط إن كنت متصل بالآنترنت يقول لك أن هناك مثلا لديك اتصال بالآنترنت هل تريد استعمال الشبكة للحصول على مصاق جديدة للبرامج يمكن أن تختار نعم في حلقة لك سرعة جيدة للآنترنت أو تختار لا في حل أردت الاكتفاء بالتثبيث من القرص أو فلاشة USB تكمل عملية التثبيث وتعيد التشغيل لتجد أمامك شاشة الوروج لتوزيعة كالي رينيكس كما قلت المستخدم الوحيد الذي يكون هو مستخدم روت إذن يجب أن تدخل روت وكلمة المرور التي اخترت أثناء التثبيث بعد ذلك يمكنكم الدخول لإستعمال توزيعة كالي رينيكس كما شرحت في أول هذا الفيديو إذن أعيد كتلخيص فقط لما تطرق من اللي هو في هذا الدرس أنا حولت التفصيل لأن هذه التوزيعة توزيعة خاصة وأيضا تلقيت بعض الأسئلة المتكررة حول تفزيعة كيفية استعمال وأيضا توزيعة كالي رينيكس في مرحلة التثبيلي هذا حاولت التفصيل في مرحلة التثبيث لأنها مهمة خصوصا في مرحلة تقسيم القرص الصلب يمكن أن تؤدي لمشاكل لفقدان ملفات لهذا يجب توقيع الحذر منها أنا أنصح بشدة باستعمال توزيعة كالي رينيكس على جهاز وهمي فقط وليس جهاز حقيقي طريقة الاستفادة من الأدوات الموفرة في كالي رينيكس هي أن تحاول مثلا في برنامج Virtual Works أن تحاول هنا أن تنشئ أكثر من جهاز وهمي كل جهاز وهمي كله عنوان IP وابتالي يمكنك أن تحاول من جهاز الدخول لجهاز أو استعمال أداة على جهاز آخر وهكذا يمكنك استفادة من أدوات تجارب الحماية والاختراق دون أن تدخل في مشاكل قانونية وأخلاقية في حال حاولت تعدي على حقوق أو أجهزة آخرين إذن أنصح بشدة بالاكتفاع بهذه العملية عملية تجربة هذه الأدوات على جهاز وهمي خاص بك أو أجهزة حقيقية خاصة بك فقط أي استعمال لهذه الأدوات على أشخاص آخرين يمكن أن يؤدي بك إلى مشاكل قانونية وأعيد بالنسبة لمن يريد دخول هذا المجال يجب عليك أولا أن تلم بالطرفية الشبكات ونظم التشغيل بعد ذلك يمكنك أن تفكر في استخدام كالي لينكس والأدوات المغفرة فيها أظن أن هذا كل ما كنت أريد الإشارة له في درس كالي لينكس من له أسئلة بخصوص كالي لينكس فقط كالي لينكس والأدوات الخاصة بتجربة الحماية والاختراق يمكنه وطرحها يمكنه أن يضعها كتعليق وإن شاء الله سيجد جواب كافي عليه إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر